دا 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 خريني هاسألة محمد عالم الكام يوم ما بين تلاتين ستة ليوم البيان في تلاتة سبعة ايه اللي كان بيجول في خواطركم وتحديدا محمد عبدالعزيز انه اصلكم مكانش البيان دا تعمل ربنا يديلك الصحة وطولة العمر ما كنش يبقى عدين دلوقتي اه يعني انا قلت في وقتها يعني قبلها في زميلة مؤسسين تمرد انه احنا لما اطلقنا حركة تمرد في 28 ابريل 2013 في رصاصة طلعت الرصاصة دي هتيجي في صدر الاخوان هتيجي في صدرنا احنا ما عندناش حل اما ان ننتصر واما ان هيقتلونا الاخوان مش هيسبونا طبعا وده امر مفهوم صحيح احنا بنراهن على حاجتين وانت بتحسب رهننا على الشعب المصري الذي نعرف تاريخه انه يقدر يعمل هذه المعجزة وانه الشعب المصري شعب ينقذ دولته وينقذ وطنه في اللحظات الحاسمة ورهننا على القوات المسلحة انها منحازة لإرادة الشعب المصري والحقيقة رهننا طلع صح الشعب المصري في 30 يونيو عمل معجزة بهذا المشهد العظيم القوات المسلحة في 3 يوليو انحازت لإرادة الشعب المصري من 30 يونيو ل 3 يوليو ماذا كان يقول في خاطري كنت منتظر بشدة امتى هتأتي الإشارة لاستجابة من القوات المسلحة فيه إشارة أولى لما أطلقت القوات المسلحة أول بيان وقالت انها بتمهل الجميع 48 ساعة احنا فهمنا هذه الرسالة معناها انه القوات المسلحة منحازة لإرادة الشعب المصري وانه تمهل الجميع لتحقيق مطالب الشعب المشروعة ومطالب الشعب كانت واضحة في هذا الوقت كان الإخوان بيستخدموا هذا الخطاب أو هذا البيان يعني فإنه دي رسالة إلى المعارضين وأنا هنا بعد كل هذه السنين بعد 10 سنين فعلا فشلت في أني أصل إلى تحليل ليه الإخوان بيقولوا كده هل لأنه هم كانوا فاهمين انه هذه الرسالة موجهة إليهم وانه القوات المسلحة منحازة لإرادة الشعب ولكن هم كان عندهم حالة إنكار وبيستعبطوا وبيضللوا أنصارهم هل كان في عملية تضليل لأنصارهم هم عارفين إن القوات المسلحة مش معاهم ولهم كانوا بهذا الكم من الغباء والسطحية والسزاجة اللي تخليهم معتقدين أنهم قادرين على جعل المؤسسة العسكرية جعل القوات المسلحة المصرية تتخذ موقف عكس تاريخها اللي منحاز طول الوقت للوطنية المصرية أظن صححني لو أنا غلطان غباء وصلف في غباء زائد صلف صور لهم إنه الجيش ممكن يتراجع وما ياخدش خطوة وكان في أمر آخر أنا في اعتقادي يعني إنه كان في رهان على الخارج هم كانوا فتحين قنوات اتصال مع دول أجنبية كان عصام الحداد ومجموات وشغالين عصام الحداد كان بيقوم باتصالات موسعة مع الأمريكان ومع الأوروبيين وغيرهم وكان بيقلهم بيبع لهم نظرية إنه إذا الإخوان وقعوا في مصر فده هيهدد المصالح الأمريكية وحيحصل فوضى عارمة إلا إنه إرادة المصريين كانت واضحة ولا يمكن لأحد تجاهلها واخد بالك أنا تأديري يعني إنه الشعب المصري هو اللي فرض على الجميع بمن فيه القوة الدولية المشهد بتاع 3 يوليو لم يكن أحد يستطيع أن يقف ضد هذه الإرادة ولذلك اللي إحنا بنقوله إنه مهما اعتقد أي حد إنه يقدر يهزم إرادة الشعب المصري فاعتقادي هو واهم وأكبر دليل على كلامي كل التحالفات الدولية في فترة من الفترات كانت في صف الإخوان كانت في فعل لكن بيان إنه لا يمكن كسر إرادة الشعب المصري وفتكر برضو في 73 كل التحالفات كانت في صف العدو وما كانتش في صفة التحالفات الدولية لكن أنت فرضت على الأرض ما لم تستطع السياسة الدولية أنت تجاهله فرضتها في 73 وفرضتها في 30 يونيو وده مش يعني مش بقول الكلام ده مجازاً أنا بقول ده واقع كل المواقف الدولية في فترة من الفترات كانت في صفة الإخوان كل المواقف الدولية ما كانتش في صفة قبل 73 لكن أنت لما بتفرض إرادتك لا أحد يستطيع أن يقف ضدك طبعاً بالإضافة إلى أنه في دول شقيقة وقفت معاك وقفت معاك في 73 وقفت معاك مظبوط في 30 يونيو لأن وده بيؤكد ما نقوله أنه الوطن العربي همه واحد ومشاكله واحدة وإن يشعر المواطن العربي من المحيط إلى الخليج كما يقال يعني أن مصر إذا اهتزت اهتز الجميع لا يمكن للعرب أن تقوم لهم قائمة إلا ومصر قوي ومصر لها دور رائد ومركزي ورئيسي ولا يمكن للسياسة العربية عموماً أنها تقدر أنها تحقق مكاسب إلا ومصر طرف لا تستطيع أنك تحل أزمة حرب الخليج في سنة التسعين إلا ومصر طرف لا تستطيع أن تصل إلى تهدئة في قطاع غزة إلا وتدخل الأجهزة الأمنية المصرية لا تستطيع أنك تعمل إجلاء للرعاية في أزمة السودان بكل دول العالم يلجأ لمصر علشان خطر هي اللي عندها المعلومات وتقدر هي اللي تعمل عملات الإجلاء وبنشوف سفارات أجنبية إزاي بتطلع شكر للدولة المصرية على مساهمتها في عملية الإجلاء وده حصل من الدول كبيرة في العالم يعني دول مفروض أنها تمتلك أجهزة أمنية ضخمة بريطانيا على سبيل مثال نتكلم على أكبر دول العالم ألمانيا تكلمت في ده بريطانيا تكلمت في ده التواصل مع الدولة المصرية الدولة القوية هي اللي تقدر تحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي ولذلك يعني اللي بقوله أنه يشعر الجميع بأهمية الدور المصري والنهاردة بنشوف بعد عشر سنين إزاي مصر ليها دور واسع في المحافل الدولية في كل القضايا تقريبا من أول القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية إلى حتى القضايا المتعلقة بالمناخ والاستثمار وغيره ده بيقولك أنه مهما كانت التحديات عندنا وده بقى رسالة للجميع اللي يشعر أنه الظروف صعبة وأن إحنا في ظروف اقتصادية مضغوطة وده كلام صحيح أنا متفاهمه لكن لازم تبقى فاهم أن الدولة المصرية دولة قدرة لها يعني وقدرة عليها أنها تقوم بدور محوري ومركزي في منطقتها الأمر الثاني أنه مهما كانت التحديات دي مش زي التحديات اللي أنا حكيتها ما هيش زي ناكسة 67 اللي قدر الله ولا هي زي ناكسة انهيار الدول اللي حصلت حوالينا لكن تحديات مهما كانت صعبة أنت عملت ما هو أصعب منها قبل كده وقدرت تنتصر عليها وحتى لو كانت التحديات دي عمرها سنوات معينة نتيجة لأزم الكورونا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية نتيجة حتى لأي أزمات داخلية لأي علاقة بالظروف الاقتصادية إلا أنك قادر كشعب مصري وقادر كدولة مصرية على مدى ما هواش بعيد أنك تنتصر على هذه التحديات زي ما حققت انتصارات عبر تاريخ ولذلك على المدى المتوسط ومش بقولك البعيد يعني من القصير للمتوسط أنا متفائل وإن شاء الله دايما مصر تقدر أنها تكون في الموعد وفي المكانة التي تستحقها عبر تاريخ ترجمة نانسي قنقر